كل عام وأنتم بخير العام الهجري الجديد أنا بعتذر لأن أنا بقالي مدة ما طلعتش على الويكلي لكتشر لكن الحمد لله النهاردة هنرجع بمحاضرة جديدة قد أكون أنا بدأتها أو قلتها من سنتين اللي على التفاوض أو المهاترات خاصة في القضية السورية من زمان اليوم ما حنبدأ حنبدأ مع بعض أولا أنا بشكر الأخ أحمد الشيخ وعبد الرحمن النحاس وصحر هم اللي ساعدوني في ترتيب أو تحضير هذه المحاضرة المقدمة بتاعتنا أنا حقولها وهي مش مكتوبة عندكم أنا كنت بالنسبة للمفاوضات هي نوع من أنواع الحوار والحوار ده بيحضر في حياتنا اليومية بيني وبين زوجتي وبين أولادي وبين إخواني في الشغل إلى آخر فما المفاوضات إلا جزء من الحوار أو الحوار هو المفاوضات عشان نعرفها بمنتهى البساطة المقدمة هنا هتكلم عنها بعض أسباب المفاوضات اللي هي مش موجودة قبل ما تروح لتربس المفاوضات لابد يكون عندك خريطة تشوف فيها المواقع الجغرافية لمن تتفاوض معهم دي مهمة جدا نمرة واحد قبل ما تروح لتطولة مفاوضات لابد أنك تعرف أنه داخل الفريق الآخر في شخص حيحاول يفسد المفاوضات أو حيحاول يجعلك أنه أنت تفقد أعصابك دي نمرة اثنين قبل ما تروح لتربس المفاوضات لازم تعلم أن قد أصحاب الفريق الآخر يكونوا بيسوفوا معك لكي يكسبوا الوقت إما تكون أنت في حرب فيعرفوا الأسرار بتاعتك في كلما طالت وحصلت التسويف أو لو كنت في حيحة معانية الثورة من الثورات يعرفوا من هم الثوار ومن هم المؤثرين داخل مثل هذه المجتمعات فالأشياء دي إحنا بنقول لكم تحضروها قبل أن تذهبوا إلى أي طاولة مفاوضات أنا حقول تعريف مفاوضات قلت أنا في الأول يعني هي كالحوار بالزبط عملية للتفاهم وعملية للخروج بمنتهى البساطة لحل يرضى به الجميع اللي إحنا بنسميه باللغة الانجزية وين وين أو اللي إحنا بنسميه أنت حتكسب وأنا حكسب ما فيش حد يكسب يكسب مية في المية فيش حد هيخسر مية في المية لابد وإحنا رحين ترابست المفاوضات نحض لنا سقف سقف أو لا نأتي أقل منه يعني قد أضع أنا في شروطي في المفاوضات عشرة أو خمساشر نقطة لكن فيه أربع أو خمس نقطة لا أتنازل عنهم على الإطلاق ده كل واحد فينا لابد أن يعرف كيف يضع سقفا للمفاوضات بتاعته في شروط المفاوضات مع من يتفاوض إلى آخر إحنا اللي بنحط السقف بتاعنا وقد المجموعة الأخرى تحاول تزحزح السقف ده لتحت أو خارج لكن ده هنا بيكون علينا اللي هو قدرتنا على إدارة المفاوضات مع الجهة الأخرى ما هي خصائص الفريق الذي سنتفاوض به وعناس التكيون أما بصنا يا الفريق بتاعي أنا من مجتمع ما لابد أن أمثل على الأقل نسيق المجتمعي الذي أمثله في تربيس المفاوضات من الثقافات المختلفة ومن القوميات المختلفة ومن الأفكار المختلفة ومن العقائد المختلفة ذكورا وإناثا وشبابا إذا ذهبت كفصيل واحد لن تنجح المفاوضات ولن يقبلها المجتمع بتاعي فلابد وأنا ذاهب أن أختار من النسيق المجتمعي هذه الاختيارة الديمغرافية الأمر الثاني لابد أن أختار بمن هم قادرين على إدارة المفاوضات ناس يكون عندهم علم ورؤية وانتماء وقيمة وقدر مجتمعي وكذلك إيمان بالمجتمع بتاعي وإيمان بالشعب اللي أنا بتفاوض من أجله أو المجتمع اللي أنا بتفاوض من أجله من غير هذا ما أقدرش هروح بفصيل واحد وما أقدرش هروح مع ناس لا يعرفون أن المفاوضات دي تعتبر هنا فن من فتون إدارة المجتمعات فن وكان أعظم واحد في المفاوضات في التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي هو سيدنا عمر ابن العاص رضي الله عنه فمن ننزل لمثل هذه الأمور لابد أن نختار فريقنا بحنكة وبمعرفة وحيادية ودون التحييز لفصيل معين ودون التحييز للمجموعة معينة ودون التحييز لتقافة معينة أو لدين معين لأنه بيمثل المجتمع والمجتمع ده بيمثل الوطن اللي احنا كلنا جزء منه ده الفريق بتاعنا احنا ولازم أضع في الفريق بتاعي زي ما أنا قلت في الأول خالص اللي هو الشخص المثير للآخرين اللي هو بيخلق مشاكل زي ما هم عندهم واحد أنا معرفوش هيخلق مشاكل أنا يكون بردك عندي واحد هيخلق مشاكل زي ما نحنا بيقول بكلب العربي واحد يضرب والتاني يبلاقي أو واحد حمائم والتاني سقور ده الفريق بتاعي الفريق الآخر لابد أدرسه دراسة كاملة كاملة تكوين الفريق الآخر هيكلية الفريق الآخر وكذلك هيكلية الفريق بتاعنا ثقافات الفريق الآخر عقائد الفريق الآخر قيم الفريق الآخر تكوين الفريق الآخر نساء ورجال تاريخ الفريق الآخر من هم الحمائم ومن هم السقور في الفريق الآخر ومن هو الشيطان اللي هو حيثير الشغب في الفريق الآخر وما هي خلفيات كل واحد منهم لكي أستطيع أن أدرسه كان أحسن واحد بيقوم بمثل هذه المهمة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أوبكر حينما يأتي خاصة دم فيه صلح الحضايبية حينما كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد القراشيين من المشركين كان أبو بكر رضي الله عنه يعطي للرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفية هذا الشخص الذي يأتي لكي يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون معنا من هم يعرفون تاريخ وخلفية وثقافة الفريق الآخر يبقى أنا لازم أعرف الهيكلية في التاريخ الآخر ومن هم المؤثرين في الفريق الآخر لكي أستطيع أن أدير الحوار وفقا للهيكلية والقيادة والتاريخ والثقافة والمعرفة في الفريق الآخر وكذلك أنا لازم أهيكل الفريق بتاعي ما ينفعش الفريق يروح من غير رئيس ومن اتنين معاونين سواء حصل مثلا مشكلة للرئيس في أي شيء فيكون من النائب الأول بتاعه من النائب التالي بتاعه إلى الثاني بتاعه إلى آخير إلى آخير يبقى أنا أهيكل فريقي وفي نفس الوقت أعرف ما هي هيكلية الفريق الآخر اللي بنتكلم معاه أنا مش حضع حلول هنا أنا حضع 11 نقطة لما بنتكلم عنهم دول وفي كل نقطة أنت بقى كل واحد فيكو عنده طاولة مفاوضات يستطيع أنه هو من خلال هذه 11 نقطة أنه هو يكيفها على واقع العمل له في مجتمعي وأنا رايح لابد يكون عندي مجموعة من المطالب الجماهيرية اللي الشعب عايز إيه أنا في محافظة معينة أنا في مدينة معينة أنا في قرية معينة أنا في وطن معين لا أروح لأمثل نفسي أو أمثل الحزب بتاعي أو أمثل الجماعة بتاعتي أو أمثل القومية بتاعتي أو عرقية بتاعتي والثقافة بتاعتي والدين بتاعي أبداً أنا أروح وأنا رايح هناك أمثل مجتمع مجتمع عنده المشاكل الأساسية والأولية التي يعطيها للمجتمع كي أستطيع أن أتفاوض عليها إذن فلابد أن يكون يحدث عندي مجموعة من الجلسات التشاورية بيني وبين الأعضاء المؤثرين داخل المجتمع بتاعي لأن أنا هتفاوض من أجل المجتمع هتفاوض من أجل الوطن هتفاوض من أجل الشعب هتفاوض من أجل القرية هتفاوض من أجل المدينة هتفاوض من أجل المحافظة لأن أتفاوض من أجلي شخصياً أو من أجل اللي هو حزبي أو من أجل قبلتي فقط لكن من أجل الوطن أو المجتمع اللي أنا بعيش فيه فلابد يكون عندي مطالب مطالب دي ليست مطالبي أنا شخصيا ولكن مطالب المجتمع الذي أمثله على طاولة التفاوض بالأولوية بتاعتها لابد أيضا وإحنا رايحين نتفاوض يكون لنا شركاء ويكون لنا حلفاء شركاء داخليين في المجتمع من خلفيات وثقافات وعرقيات وقيم وعقائد مختلفة وحلفاء خارجيين أيضا من دول مجورة أو مجتمعات مجورة أو إلى آخر فمن هم شركاءنا وحلفاءنا الداخليين داخل الوطن والخارجيين خارج الوطن لابد أني نحددهم لكي نستطيع أن نتفاوض بقوة من أجل الحصول على ما يريده أبناء الشعب الذي يمثله أنا لا أمثل نفسي ولا أمثل حزبي ولا أمثل قبلتي ولكني أمثل مجتمعي وأمثل شعبي على طاولة التفاوض فلابد وأنا رايح بمطالب المجتمع بتاعي ومطالب شعبي يكون لي شركاء داخليين يقفوا ورايي ويكون لي أيضا حلفاء وشركاء خارجيين معايا في نفس يعاونونني على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي في نفس الوقت يعني من هم شركاء الفريق الآخر ودعمي لابد في نفس الوقت أدرس الفريق الآخر من هم شركاء خارجيين في نفس المجتمع ومن هم شركاء خارجي المجتمع ومن هم شركاء الفريق الآخر من الشركاء الإقليميين أو الحلفاء الإقليميين الحلفاء والشركاء الدوليين كل هؤلاء لابد أننا وأنا ذاهب لطولة التفاوض أننا أدرس كما أصنع لنفسي شركاء وحلفاء أدرس من هم شركاء وحلفاء الفريق الآخر هل أستطيع أن أؤثر على بعضهم قبل أن أذهب إلى طولة المفاوضات هل أستطيع أن أقرأ الخريطة المفاوضات للطريق الآخر من خلال قراءتي لشخصية وطلبات شركاء هذا الفريق الآخر وحلفاءه أم لا مروحش فاضل وفاض يعني إيدي إيدي فاضيك لا رايح دارس كل شيء ومش كلنا نتكلم مرة واحدة كل واحد فينا يتكلم حسب التخصص وحسب الرؤية الموضوعة لنا جميعا ليس كل واحد هنا لرؤية كلنا نكون أصحاب رؤية واحد لكن الدراسة هي أساس معرفة فنون التفاوض من حيث معرفة قوة مراكز قوة وضعف الفريق الآخر من هي القوة الإقليمية والعالمية المؤثرة على المسجد التفاوض قد نكون إحنا الاتنين كفريقين قاعدين على طورة المفاوضات لكن في مؤثرات خارجية لما ننزل لبعض القضايا مثلا في الشرق الأوسط نجد أن من أهم القوة الإقليمية في المنطقة الصراعات في سوريا هتلاقيها الإقليمية هتلاقيها نمرة واحد إيران نمرة اتنين تركيا لأن هم دول أكبر قواتين إقليميتين موجودين في المنطقة لما نرقيها أخبرك من هي القوة الدولية اللي موجودة هتلاقي فيه ناس انترست كتير جدا من بعض الدول الأوروبية والأسيوية اللي هي رغبة في أن ترى أن هذا الصراع ينتهي إلى سلام أو أن تؤجج مثل هذا الصراع وكتير جدا من القوة الدولية دي لابد ندرسها وهي أبعاد علاقتها مع كل فريق من الفرق المتفاوضة دي بقى الإقليمية من القوة الإقليمية في كل منطقة هتلاقي فيه دولة أو دولتين كبار في داخل كل منطقة وبالتستطيع أن تؤثر سلبا أم إيجابا على المنطقة ثم فيه قوة عالمية مستفيدة سلبا أو إيجابا من تأجيج هذا الصراع أو من تحويل هذا الصراع إلى سلام وأمن واستقرار ما ينفعش أروح كده بالهابولي من غير معرف المؤثرين الإقليميين والمؤثرين الدوليين في مشكلة التي أتفاوضها حتى في بلدي من نفسها داخل المجتمع الواحد على مستوى الوطن من هي القوة المؤثرة في الداخل من القبائل والعشائر والرموز والقيادات السياسية والتكتلات البشرية والأحزاب ورجال الأعمال إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى هنا لازم أعرفهم أنظر حيأثروا على القرية بتاعتي حيأثروا على المدينة بتاعتي حيأثروا على المحافظة بتاعتي حيأثروا على القرية السياسية بتاعي سواء كنت أنا أعرفهم أم لا أعرفهم فهم ليهم تأثير إيجابي أو سلبي على المفاوضات لنا من أجلها بخش هذه المفاوضات لتلبية رغبات أو للحصول على ما يطلبه أبناء شعبي أو أبناء قريتي أو مدينتي أو محافظتي أو وطني ما هي أبعاد دولة العميقة داخل مجتمعاتنا في كل مجتمع في العالم في دولة عميقة أو في دولة عميقة في منها فاسدة ومنها صالحة من الدولة العميقة الصالحة اللي احنا بنسميها المؤسسات الدولة التي تتعامل مع من؟ التي تتعامل مع الشعب لا يعرفها الشعب الشعب يعرف مؤسسات الحكومة فقط لمؤسسات الجهة التنفيذية ما يعرفش المؤسسات الأخرى الكبيرة داخل الدولة اللي بتحافظ على كنة الدولة دون أن تتعامل مع الشعب مباشر دين أول دولة عميقة تانية دولة عميقة قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة في حالات الحروب التحررية ضد الاستعمار في اللي هي مجميع الجهادية أو المناضلة أو الوطنية التي تريد أن تحارب المستعمر وتطرد من بلدها ويقول لهم جميع وطنية بتكون داخل دولة عميقة صالحة وفي حالات الدين أياما نذكر اللي هو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام أو نذكر أيضا كذلك اللي هو حواري عيسى عليه السلام اللي كانوا بيهربوا بدنهم وإمانهم من الرومان وكانوا مستخبيين أيضا دي دولة عميقة صالحة تريد أن تنقى بالمؤمنين من بطش الرومان أو بطش الكفرة في قريش أما الدولة العميقة الفاسدة فهي أيضا موجودة في المجتمع موجودة في كل من هو فاسد ويفسل المجتمع من خلايا إرهابية خلايا طرفية خلايا صدامية ده نوع من أنواع من المجرمين اللي هم القتلة والسالقين والمهربين من أصحاب تجارة المخدرات والحبوب إلى آخره من أصحاب شبكات الدعارة وكل ما شابه هذا من جرائم مجتمعية فدي دولة عميقة فاسدة فلابد وانا رايح هناك أعرف أن في دول عميقة مش عايز التفاوض يوصل إلى سلام فلابد يكون عندي فكرة ومعرفة بأن هذه الدول تفسد خاصة الدول الفاسدة وقبلك اللي أخدم لكم اللي هي الدول التي لا يستلعها رغبة في إتمام عملية السلام أو الاستقرار أو الأمن أو الرخاء في البلد ده لازم نعرفها ما فيش دولة في العالم مهما عظمت حريتها إلا فيها دولة عميقة فاسدة يتزداد حجم هذه الدولة وتقل هذه الدولة العميقة الفاسدة ازديادا ترديا أو عكسيا مع حجم أو مساحة الديمقراطية ومساحة اللي هو حرية المجتمع المدني في الحركة وفي العمل وفي الإنجاز كلما زالت الحرية كلما انكمشت الدولة العميقة الفاسدة وأبعادها والفي دولة واحدة والفي الدول والدول دي متشابكة مع بعضها داخل البلد أو متشابكة مع بعضها البعض ومع الدول عميقة فاسدة خارج البلد هلا دي خطة بديلة قبل للطرح يعني احنا بد نكون رايحين هناك بكذا خطة خطة ألف وخطة بيه وخطة جيم وخطة دال وخطة إلا آخرة ما نروحش بخطة واحدة وإلا حنصطدم ولا تستكمل عملية التفادي فلابد يكون عندنا صراحية أن ندعى الخطة ألف وأبعاد الخطة ألف والخطة بيه وعباد الخطة بيه ولا تخطة جيم ما نروحش كده يعني برؤية واحدة أو وسيلة واحدة أو طريق واحد لابد أننا نعدد الخطة اللي احنا رايحين بيها عشان لما تفشل خطة نحط الحل من خلال الخطة التانية ده بقى مهم جدا احنا خلاص وصلنا الحل في السلام وتفاوضنا والحمد لله واتفقنا ماذا بعد التفاوض هل احنا عندنا رؤية لأن احنا النهاردة يوم مثلا النهاردة يمكن يوم 18 أو سبتمبر عام 2019 وقعنا عملية السلام طيب من يوم 20 سبتمبر من يوم 1 أكتوبر ايه خطتنا في إرساء قواعد السلام حقيقيا وعمليا وفعليا على أرض الواقع لابد تكون دي عندنا موجودة لكي لا يصدم الشعب في عدم موجود خطة للمجتمع لكي نخرج بالمجتمع من حالة الفوضى ومن حالة الصراعات ومن حالة النزاعات إلى حالة الاستقرار والبناء المجتمع وابناء الأمن والسلام المجتمع لابد يكون عندنا خطة ماذا بعد التفاوض أول حاجة هل لدينا خطة أو خطة لبناء الأمن والسلام المجتمع يعني لابد نحضرها قبل ما نروح لأن التفاوت قد يأخذ ستة شهر أو سنة في بعض الأحيان لكن لابد نحن يكون عندنا خطط لبناء الأمن والسلام المجتمعيين بعد التفاوت نمرة اثنين هل لدينا الإمكانات البشرية والمادية والوجود المجتمعي والكوادر والقيادات القادرة على تحقيق أبعاد السلام والأمن أو الها تاني دي هل لدينا الإمكانات البشرية نمرة واحد والإمكانات المادية نمرة اثنين والوجود المجتمعي والكوادر القيادية القادرة على تحقيق أبعاد السلام والأمن والاستخدام المجتمعي أنا مروحش التفاوت على مجتمع وعلى آمال وأحلام مجتمع وأنا ما عنديش قيادة البشرية ما عنديش كوادر البشرية ما عنديش إمكانيات إمكانيات مادية ما عنديش تحالفات مع فصائل أخرى من المجتمع إزاي حبني السلام أنا وأنا ما عنديش كل هؤلاء لابد يكون عندي ناس وكوادر أن أستطيع أن أقود بهم عمليتنا بعد التفاوض يعني قواد الحروب يختلفوا عن قواد السلام قادة الحروب يختلفوا عن قادة السلام لذلك تشيرشيل ما استطاعش أن يكون رئيس وزراء بريطانيا بعد الحرب العالمية التانية بدغم أن بريطانيا انتصرت أصبحنا عايزين ناس تانين يقودوا عملي بناء السلام داخل الوطن وداخل المجتمعات التالتة من هم شركاءنا في بناء مسيرة السلام والأمن المجتمع إحنا خلاص مضينا السلام النهاردة يوم 18 سبتمبر هل لنا شركاء في المجتمع عشان يساعدونا في بناء هذه المسيرة لأننا نسميها خريط الطريق ما بعد السلام هل عملنا خريط الطريق للسلام وبناء السلام والأمن المجتمع ما بعد المفاوضات ولا حنستنى لما خلص المفاوضات ونشغل بيها ونقول لك طب نبتلين نعمل ما حينفعش لابدنا نكون رايح عندي رؤية على ماذا بعد السلام حينما ينتهي وتتفق كل الأطراف على الإنشاء عملية السلام وأنت مكلف بعد أين شركاءنا سواء كان في المجتمع بتاعنا أو كان شركاءنا الإقلميين أو شركاءنا الدوليين هل لدينا أكثر من خطة وأكثر من مصار لعملية بناء السلام والأمن المجتمعي هل عندنا خطة واحدة بس لبناء السلام ولا عندنا أكثر من خطة عندنا مصار في التعليم عندنا مصار في الاقتصاد عندنا مصار في الزراعة عندنا مصار في المياه عندنا مصار في الخدمات عندنا مصار في السياسة الخارجية كل هذه المصارات ها هنحطها في خطة خطة أليف ما نفعتش يبقى عندنا خطة بديلة وخطة بديلة تانية وخطة بديلة تانية لكي لا نستطيع أن نوقف عملية بناء السلام من خلال الخطة المسبقة التي نستطيع أن ننفذها وننجح في بعضها أو نقفق في بعضها الآخر ما نروحش كده نقول السلام حين يحصل بعد شهر وبقال أن نروح من غير أي خطة وأي بديل ما نستمشي حكومة من حكومات أو شعب من الشعوب دون أن يكون عندنا رؤية وخطة وكوادر وقدرات على أن نحقق السلام والأمن المجتمع نقطة أخيرة ما يقدر قدر التنازلات التي من الممكن أن نقدمها إن أردنا تحقق الأمن والسلام والسلام المجتمع هل إحنا هنقدم تنازلات ممكن التنازلات دي ممكن إلى حد معين في بناء السلام لكن في مرحلة لن تستطيع أن تقدم فيها تنازلات دي بعد ما نمضي على اتفاقية السلام أو اتفاقية الوقام أو أو إلى خيره يبقى التنازلات تحدث لكي تجمع الناس حولك في التنازلات دي هل كل من سنعينهم في المجالس المحلية وفي الحكومات هيكونوا من الحزب بتاعي أبدا هيكونوا من أبناء الشعب القادرين الفاعلين المؤثرين ده الخبرة والمعرفة كانوا من نفس الحزب بتاعي كانوا من نفس الفصيل بتاعي كانوا من نفس الدين بتاعي كانوا من نفس أو من غيرهم الثقافة بتاعتي والمرجع بتاعتي إلى آخره فهذه لا تعتبر جزء من التنازلات لا تعتبر جزء من معرفة التكوين الفصيل الفصائل المجتمعية التي تريد أن تبني عملية السلام معنا ما أجيش بعد السلام أجيب كل الناس من عندي أنا من صخفتي أنا من حزبي أنا من قابلتي أنا من جماعتي أنا لا ده غلط وهي ليس التنازلات لكن ده فرض للواقع الحقيقي لبناء عملية السلام ما بعد التفاوضات يبقى أهلا أنا تكلمت في كم نقطة نرجع تاني نتكلم اللي بتاعي قطعت الكلام تحوليه في 12 نقطة في 12 نقطة هقولهم بسرعة كده عشان كل واحد مننا داخل في عملية التفاوض في خلافات مجتمعية أو في صراعات يضعها كنقط للحوار أو نقطة للتفاوض وبعدين من حقوق أن تتلعوا نقطة أخرى أيضا في هذا احنا قلنا في الأول في نقطة المقدمنة وبعدين قلنا باكرة تعريف التفاوض وبعدين قلنا النقطة الثالثة اللي هي حدود أسقف التفاوضات بيننا وبين الآخرين وبعدين قلنا اللي هو خصائص الفريق الذي سنتفاوب به وعناصر تكوينه وقلنا في النقطة اللي بعدها معرفة الفريق الآخر وخلفية كل عدو من أعضائه المشاركين في عملية التفاوض والنقطة لبعضها ما هي مطالب الجماهير التي سوف نتفاوب من أجلها من هم شركائنا وحلفائنا من المؤسسات والكتل المجتمعية من هم شركاء الفريق الآخر وداعمي ما هي القوى الإقليمية والعالمية المؤثرة على مسيرة التفاوض ما هي أبعاد الدول العميقة داخل مجتمعاتنا التي نعرفها والتي لا نعرفها هل لدينا خطة بديلة قابلة للطرح إذا فشلت المفاوضات ماذا بعد التفاوض في خمس نقط هل لدينا خطة أو خطة لبناء السلام والأمن المجتمعي قبل أن تنتهي من التفاوض هل لدينا إمكانيات البشرية والمدية والوجود المجتمعي والكواد القيادية القادرة على تحقيق أبعاد بناء السلام والأمن والاستقلال المجتمعي من هم شركائنا في بناء مسيرة السلام والأمن المجتمعيين هل لدينا أكثر من خطة وأكثر من مصار لعمليه بناء السلام والأمن المجتمعيين ما هي قدر التنازلات التي من الممكن أن نقدمها إن أردنا تحقيق الأمن والسلام والاستقلال المجتمعين يبقى احنا كده لخصنا الموضوع في 12 نقطة الـ 12 نقطة من نسبة لكم ممكن يكون 11 ممكن يكون 14 ممكن يكون 15 ممكن يكون 20 وعليكم أنتم تدعوا تملأوا هذه النقطة بناء على المعطيات الحقيقية لما يريده المجتمع عندكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنلتقي بعد عشر دقائق إن شاء الله باللغة الإنجليزية أتحدثكم في 10 دقائق في اللغة الإنجليزية أخر نقطة إن شاء الله في ناس سألوني لماذا هذه الوردة لن نرابسها الوردة دي تمثل ذكرى مسبحة سريبرنيتسا في البوسنة اللي راح ضحيتها أكثر من 9000 بوسناوي والتي تعتبر لا تقل تماما عن ما فعله النازيين في اليهود في ألمانيا وفي دول أخرى اللون الأبيض هو لون السلام واللون الأخضر هو لون الأمل فالبوسنويين يعيشوا بالسلام والأمل مع بعض وجزاكم الله خيرا وميت انتين منتس إن شاء الله